في اطار متابعة قوات انفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الارهابية بشمال سيناء تم اكتشاف بؤرة ارهابية يتحصن بها بعض العناصر الارهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها ونتيجة لمبادرة العناصر الارهابية باطلاق النيران على قوات انفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها اصفرت اعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عشرة افراد من العناصر الارهابية شديد الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من الاسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والاحزمة الناسفة والقوادف والدانات وكميات من مادة تي ان تي شديدة لانفجار وعدد من الاجهزة اللاسلكية وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم كما تم القبض على احد العناصر الارهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد اتنين خزنة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على انهم ماضون بكل عزيمة واسرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الارهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر